موسيقى أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى نبدأها بأبرز العنوي موقف متقدم من فنلندا بشأن قضية صحراء المغربية ينضف إلى مواقف دول عديدة يعكس دينامية الدعم الدولي للسيادة المغرب على صحرائه ولمخاطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية زخم ديبلوماسي غير مسبوق يكرس مغربية الصحراء تكريس تقافة الترشيد العقلاني والمستدام للمياه ومواكبة المشاريع الاستراتيجية لحل إشكالية الإجهار المائي مع اعتماد تدابي المبتكرة والحديثة توجيهات الملكية دعا إلى تكريسها الخطاب الملك ياسامي بمناسبة عيد العرش المجيد رياضيا كل الأنظار تتجه مساء اليوم للصد فرانس بباريس وسباق 3000 متر موانع في ألعاب القوى أمال المغاربة في صعود إلى البوديوم الأولمبي عبر سوفيا البقالي ومحمد تندوت أهلا بكم موقف متقدم من هيلسينكي بشأن قضية الصحراء المغربية يؤكد الدعم الأوروبي للمغرب في ملف وحدته الترابية فلندا تنضاف إلى فرنسا إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأخرى عبر أرجاء العالم تطورات متلاحقة تعكس دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تقرير محمد الرضا لبيدي بالأمس أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فألمانيا وإسبانيا هولندا ثم فرنسا فدول أخرى عربية وإفريقية وأسيوية واليوم فنلندا تنضم إلى لائحة طويلة عريضة تدعم مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل توافق دولي يتبلور وتتسع رقعته أكثر فأكثر لتكرس زخما ديبلوماسيا فاعلا وفعالا يقوده جللة الملك أسانيده في ذلك حقوق وحقائق تاريخية وشرعية قانونية وواقع تنموي يشد أنظار العالم موقف الفنلندي يشكل زخما أوروبيا كبيرا جدا باعتبار فنلندا الدولة السابعة عشر التي تعترف بسيادة المغربية على السحراء المغربية كذلك يعتبر موقفا مهما جدا يشكل تحول نوعيا في مواقف دول شمال أوروبا التي كانت هذه مواقف حيادية وبالتالي هذا موقف سيدفع باقي الدول شمال أوروبا إلى كذلك اتخاذ نفس الموقف إضافة إلى أنه موقف وطني باعتبار أن الموقف اتخذ بعد مشاورات مع الحكومة ومع البرلمان ومع مختلف شرائح وبالتالي موقف مبدأي موقف مستدام قناعة دولية تتنامى ومواقف تتوالى وتمثيليات دبلوماسية تفتتح تباعا بكل من العيون والداخل لتدعم أحقية المغرب في صحرائه وتفند مزاعم انفصال واهمة وتراهات يجترها أعداء وحدتنا الترابية نعم الصحراء مغربية ومخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب عام سبعة والفين يعي المنتظم الدولي اليوم أنه الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام تبقى لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي مبادرة ذات مزداقية واقعية هذا الاعتراف هو جاء في سياق هذه الدينمية في سياق ديبلوماسية التي يقودها جلالة ملك والتي تعتبر ديبلوماسية حكيمة استطاعت أن تقنع مجموعة من الدول بواقعية هذا الرأي بمزداقية هذه المبادرة بواقعيتها وعلى اعتبر أن هذا هو الحل لمشكل مفتعل يوما بعد آخر الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك تراكم الاختراقات والإنجازات بعدما تكشفت حقيقة هذا النزاع المفتعل من إفريقيا إلى أوروبا مرورا بأمريكا وأسيا دعم متنامل لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي يقابله وهم ينهل من أطروحات بائدة أما الحقيقة فواحدة ثابتة وراسخة الصحراء مغربية ولمناقشة تدورات ملف وحدتنا الترابية يحضر معنا ضيفا في الأستوديو الأستاذ عبد الفتاح الفتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا لدراسات الاستراتيجية مرحبا بكم أستاذ أهل المساعدة إذن ما الذي يجعل من موقف فنلندا قويا ومهما بالنسبة لملف وحدتنا الترابية خصوصا وأنه يأتي في سياق الدعم الدولي الكبير لسيادتي المغرب على صحرائه طبعا الموقف الفنلندي قوي باعتبار أنها أول دولة في شمال إفريقيا تدعمه أوروبا في شمال أوروبا تدعمه مقترح الحكم الداتي وطبعا هذا يأتي في سياق تنامي ودينامية كبيرة بخصوص دعم مبادرة الحكم الداتي ولسيما بعد الموقف الفرنسي التي تعد دولة مهمة ورائدة في الاتحاد الأوروبي بالتالي هذا يؤسس بأن الدبلوماسية المغربية يعني تستهدف بالأساس الاتحاد الأوروبي بعد تزايد أو بعد ارتفاع عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الداتي في سياق كذلك أن نحقق موقفا إقليميا للاتحاد الأوروبي باعتبار أن هذا الإطار الإقليمي مؤثر في العلاقات الدولية وأن من شأن ذلك أن يدعم مواقف وقرارات مجلس الأمن المستقبلية في اتجاه التسريع بإيجاد تسوية سياسية طالما أن اليوم يبدو بأن الحكم الداتي هو المقاربة الواقعية ودات المستقية والتي هي مؤهلة لأن تكون مخرجا سياسيا للأزمة المفتعلة حول مغربية الصحراء وعلى هذا الأساس كذلك هذا الموقف الفلندي قوي ومؤثر لأنه من شأنه أن يشجع دولا أوروبية أخرى على الحدوى يعني فلندا بخصوص دعم سيادة المغرب على أقليمه الجنوبية طيب موقف هيلتينكي الدعم للحكم الداتي تحت سياداتي المغربية يعزز دينامية المواقف الدولية في ملف الوحدة التورابية للمملكة فكيف مكنت مبادئ وأسس الدبلوماسية الملكية من تكريس هذه الدينامية الدولية النائمة أو الدائمة لسيادة المغرب على صحرائه أكثر على أكثر من سعيد أولا يجب التأكيد بأن الدبلوماسية الملكية كان لها تصور كذلك استراتيجي وشامل يهم بالأساس أساسا تقوية وتعزيز مكانة المغرب ومستقية ومتوقية بالنظر إلى الوفاء بتعهدات والتزاماته وكون كذلك وزنا سياسيا لدى شركائه الدوليين وكذلك الإقليميين ويبدو ذلك واضحا من خلال استراتيجية الملكية المتعلقة بالتعاون جنوب جنوب الاستراتيجية أو المبادر الملكي فيما تعلق بالتنمية تنمية الواجهة المتوسطية وكذلك تمكين دول الساحل والصحراء من إيجاد منافذ بحرية حول المحيط الأطلسي وهذا ما يعني بأن هناك زخم على مستوى المشاريع التنموية بالنظر أن السياسة أو الدبلوماسية الملكية تستهدف كذلك إيجاد اقتصاد إفريقي دامج وهذا هو الذي يشجع كذلك العديد من دول أوروبية أن تعقيد علاقات تعاون اقتصادية وتنموية مع المملكة المغربية لأن المغرب جسر للوصول إلى الإمكانيات المتاحة في إفريقيا اقتصاديا وتنمويا وخاصة أن المملكة المغربية اليوم هي في تصور أن تصبح مكانا استراتيجيا للربط القاري بوجود ميناء أي طنجة المتوسط وكذلك ميناء الداخل الأطلسي وطبعا هذا يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي ويشجع العديد من الدول أن تعقيد علاقات اقتصادية وكذلك تنموية مع المغرب خاصة أن خطاب ملكي سابق كان قد أكد بأن النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم هي قضية الصحراء طيب على دوء استمرار هذا الزخم الدبلوماسي القوي في ملف الوحدة الترابية للمملكة إلى أي حد نحن اليوم أمام إن عطافة حاسمة يقودها جلالة الملك محمد السادس حافظه الله بديبلوماسيته الحكيمة لوضع حد لهذا النزاع المفتعل حول صحراء المغربية بكل تأكيد اليوم في المستقبل سنعيش تطورات متسارعة جدا فيما يخص عملية تحشيد لمبادرة الحكم الداتي فيما يخص كذلك زيادة الاقتناع الدولي والآن وصلنا إلى قناعات كبيرة مهمة جدا وخاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي خاصة أن هذه المواقف تؤكد بأن هناك توافقا تاما مع مبادئ ومقتضية الأحكام الدولية لمبادرة الحكم الداتي والقانون الدولي وعلى هذا الأساس كذلك سيشجع العديد من الدول الأوروبية وكذلك الدول الإفريقية كذلك والأسيوية وباقي دول كذلك أمريكا للإنخراط في هذا المشروع في أفق التسريع بعملية إيجاد تسوية سياسية ولذلك يرتقب أن القرار المستقبلي لمجلس الأمن بخصوص قضية صحراء سيشكل إنعطافة حاسمة بوجود دولتين وعضواتين دائمتين داخل مجلس الأمن لهما مواقف موحدة تدعم سيادة المغرب على أقليمه الجنوبية شكرا لكم على كل هذه الإضاءات الأستاذ عبد الفتاح الفتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية وشكرا على حضوركم معنا والتعاون بين المغرب وإسبانيا في المجال الأمني جيد للغاية ومترد التأكيد لمدير الاستخبارات الإسبانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مانويل نافاريتي الذي أوضح أن التعاون بين الشرطة والحرس المدني وقوات الأمن الإسبانية بشكل عام ونظيرتها المغربية جيد للغاية ومترد مبرزا أهم يتهادى التعاون في التصدي لتهديدات مثل الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية ومشيرا إلى أن ما يتم القيام به مع المغرب في هذا المجال مهم جدا وينبغي القيام به أيضا مع بلدان أخرى الخطاب الملك السامي بمناسبة عيد العرش المجيد شكل دعوة لتسريع الأوراش الاستراتيجية المتعلقة بحكامة الموارد المائية والتعبئة لمواجهة التحديات التي يفرضها الإجهاد المائي لحل إشكالية ندرة المياه تقرير عبد الرحيم بن جيخي الماء كاستراتيجية ملكية واضحة المعالم تهدف أساسا للحفاظ على هذه الثروة وتقنين وترشيد استهلاكها لذلك أكد جلالة الملك نصره الله على العمل المتواصل من خلال مخططات تروم المحافظة على الماء والبحث في سبل ميدانية لتحلية مياه البحر وإنجاز السدود ونظرا للتزايد الاحتياجات والإكراهات نليح على دورة التحيين مستمرة لآليات السياسة الوطنية للماء وتحديد هدف استراتيجي في كل ظروف والأحوال وهو ضمان الماء الشروم لجميع المواطنين وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني وفي هذا السياق لا بد من استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة استراتيجية الملكية سامية تأتي في ظروف تعرف تحولات مناخية متتالية قلست من التساقطات المطرية مما يستدعي تفعيل كل السبل للمحافظة على الماء ومن هذه التدابير أولا التنزيل أمتل البرامج الوطنية لاسيما البرنامج الوطني لتزود بالماء الشروم وكذلك ضمان مياه السقي حيث يحدد صاحب جلالة نصره الله هدف استراتيجي أساسي وهو ضمان الماء الشروم لجميع المواطنين وأيضا مياه السقي بنسبة 80% كذلك من الإجراءات النوعية وهو نقل مياه بين الأحواض المائية للحفاظ على المياه التي تضيع في البحر وكذلك بتحلية مياه البحر والاستكمال بناء السدود لاسيما في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة صاحب جلالة في هذا الخطاب مرة أخرى يؤكد على أولوية وأهمية موضوع الماء بالنسبة للاقتصاد المغربي ودعا إلى ضرورة التعجيل بإخراج كل المشاريع المرتبطة بمسألة المياه وتعبئة المياه وتحلية المياه ودعا كذلك إلى تعزيز القدرات البشرية والبحث العلمي في هذا الصدد لأن اليوم كل أهدف التنمية وكل أهدف الانتقال الاقتصادي في المملكة المغربية هي مرتبطة بالماء ولا يمكننا أن نتجاوز هذه النقطة وبهذا التحول نحو المحافظة على الموارد المائية يكون جلالة الملك نصره الله قد وضع استراتيجية استباقية من أجل اكتفاء في استهلاك الماء حسب الحاجيات إلى أولمبياد باريس حيث تتجه كل الأندار يوم إلى ستاد فرانس بباريس وسباق 3000 متر موانع في ألعاب القوى وأمل المغاربة في الصعود إلى البوديوم الأولمبي عبر سوفيا البقالي ومحمد تندوفت سباق يجمع ألمع العدائين في المنافسة ويعيد بالكثير من التشويق خليد أسدون حسن سيلة وجهاد ليبري أمل ألعاب القوى المغربية سوفيا البقالي يدخل الأمطار الأخيرة في سباق أولمبياد باريس البقالي يدخل مدمار الصباق وعينوا على أول ميداليس مغربية عند خط وصول نهايتي 3000 متر موانع مساء اليوم غياب المغرب عن البوديوم لحدود الأيام الأخيرة من الألعاب يضع البقالي ومحمد تندوفت أمام ضغط كبير يضاف لضغط خصوم أقوي النصيحة عن الرياضيين وبالخصوص الرياضيين الذين يشاركوا يجب أن يتعاملوا مع هذه المنافسة هذه منافسة عادية بحل المنافسة التي كانوا يقومون بقبلها بدون سترس طبعا الآن سيكون سترس ولكني لا يجب أن أضطر على التركيز سوفيا أننا نتمنى إن شاء الله بالتوفيق وبقلب إن شاء الله وبأعماق قلب نتمنى إن شاء الله بيش يفوز بالتتويج الثاني لأنه المغرب مع أمره ضمين هذا النوع عند الاختصاصات ونتمنى إن شاء الله يصبح مالك في هذه الاختصاصات كل الأعين تراقب سوفيان البقى لمساء اليوم وكل الاهتمام والدعم يتحول لهذا البطل الأولمبي من أجل تألق الأولمبي آخر مهمة لن تكون سهلة لكنها ممكن لبطل حكم المسافة لعشرين سنة ماضات مغربة يقدمون كل الدعم وينتظرون العدائين المغربيين عند خط النهاية من أجل تجديد الأفراح مرة أخرى عبر ألعاب القوى الأهم أن نعطي أفضل ما لدينا أن نشجعهم حتى النهاية نحن وراءهم مهما حذف علينا أن نقدم لهم كامل الدعم سباق ثلاثة آلاف متر موانع يحبس الأنفاس ويشد الإهتماء كلنا اليوم ورأس سوفيان البقالي محمد تندوت من أجل كتابة صفحة جديدة لألعاب القوى المغربية في تاريخ المشاركة بالأولمبياد ومن باريس ينضم إلينا مباشرة مفد الأولى زميل خليد أزدون إذن مرحبا بك خليد كلنا نترقب ميداليا أولمبيا في مسابقات ألعاب القوى فعلا لطيفة ما قلت صحيح وأنت اليوم ترصدنا الأبيض هو لون الأمال وكلنا أمال من أجل أن نصعد للبوديوم عبر ألعاب القوى ثم ننتظر غدا المباراة المنتخب الوطني المغربي كما قلت لطيفة في البداية الوجهة من الآن والأنظار والعقول كلها الآن بستادة فرانس من خلال نهائي 3000 متر موانع سوفينا البقالي نتمنى أن يكون في الموعد ومحمد تندوت أيضا من خلال صباق موثير للغاية ويتوقع البعض بأن هذا الصباق سوف يعرف تكسير رقم القياسين أو رقم القياسين جديدا أولمبيا لأن الأسماء الكبيرة التي تشارك في هذا الصباق تعيد بصباق موثير معي عادل العلوي صحفي بالإدعاء الوطنية ومتتبع لألعاب القوى الوطنية سعادل أهلا بك مرة أخرى أكد بأن اليوم عندنا صباق مع التاريخ صباق مع ألعاب القوى مرة أخرى يعول عليه من أجل الصعود للبوديوم مفاتيح هذا الصباق عادل طيب أولا مرحبا مرحبا بالأخت سلاطفة بالأستوديو من المشاهدين الكرام طبيعة الحال اليوم الريهان هو ريهان كبير وربما أنه ريهان أولا من أجل نفض هذا التواضع الخاص بالرياضة المغربية وعدم الدخول إلى صبورات الميداليات هذا هو الريهان الأول الريهان الثاني بطبيعة الحال بالنسبة للسوفيا البقالي هو الحفاظ على لقب دير الأولمبي الذي كان قد أحرزه في توكيو ثم ريهان آخر هو أيضا تكريس السيادة والرياضة لهذه المسافة التي كانت مسافة كينية وإتيوبية فأعتقد أنه اليوم البقالي ولا تندف أمام تحدي جديد وأمام تحدي كبير من أجل إن شاء الله الوصول إلى البوديوم ليس فقط غير الذهاب ولكن نحن نتمنى أن يكون المركزين المغربية الأول والثاني إن شاء الله ماذا لا وماذا أنك تتكلمت عادل عن أقبل المركزين الأول والثاني نحن اليوم مواجهة بين صفيا البقالي الذي حصد لقبين عالميين وحصد ميدالية أولمبيا في توكيو وأيضا مع جارما صاحب الرقم القياسي معه إتيوبيين وفي الضيفة الأخرى كينيين ومغربي آخر تندوت يعني مطحنة على مستوى المضمار بين قوسين عادل وأنت تعرف جيدا ماذا أعني كيف السبيل الخروج يعني فوق البوديوم بعد كل هذه الظروف يعني الصعب لصباق صعب اليوم هو صباق أولا هو صباق تاكتيكي مش نكونوا واقعيين الصباق 3 ألف متر موانع ليس بالصباق السهل لأنه علاج في حواجز في بركة مائية فيها أيضا تاكتيك بالتالي هناك صراع تولتي سيكون إتيوبي كيني مغربي أكيد بدون شك على أنه الآن الإتيوبيون والكينيون سيحاولون بطبيعة الحال يعني الحد من الخطورة دي السوفيا البقالي برسم تاكتيكين ربما يكون أسرع من السباق الذي يريده سوفيا البقالي سوفيا البقالي عليه أيضا قرأت نوايا الكيني والإتيوبيين مع تين دوفت وبالتالي مراقبة أسرع فعلا عادي تين دوفت معادلة صعبة سوفي يكون في هذا السباق صحيح معادلة صعبة وبالتالي أنه هو يعني يمكن نقول على أنه سيكون حليف لسوفيا البقالي سيكون مناصر لسوفيا البقالي أيضا سيكون عين سوفيا البقالي في السباق مدام على أنه الأيتيوبيين هذا صباق فرضي ولكنه سيجرى بطريقة جماعية ونقول على أنه هذا السباق بالضبط لأنه التوقيتات التي هي موجودة الآن على مستوى الإقصائية الأولى تشير على أنه هناك حاجز 8 دقائق و 2 تواني حاجز 8 دقائق و 3 تواني أعتقد أنه ربما ولو أنه يجرى 8 دقائق و 10 تواني أعتقد أنه ممكن أن نعاين أول ميدال يذهب يمكن نعاين رقما أولمبيا جديدا على الرقم الذي سجله جيرما في السابق أكيد عاديل المعد سوف نتوجه بعد ساعات قليلة من الآن إلى ستادة فرانس من أجل متابعة هذا السباق عاديل شكرا أنه الجمهور خليد أنه الجمهور حجة بكثرة حجة من خارج طبعا هناك دعم كبير جدا هناك جمهور كبير جدا شاهدناها بالأمس لما كانت نور النادي شاهدناه اليوم أو لما كان القص ونشاهدوه اليوم إن شاء الله في النهاية وكان هناك جمهور الليجا خصيصا من مختلف مدن المملكة المغربية من أجل متابعة هذه النهاية لأنها نهاية متيرة جدا ونهاية إن شاء الله ننتظر منها الكثير على مستوى الرياضة المغربية شكرا عاديل العلوي الصحفي بالإدعاء الوطنية لطيفة أكيد أن اللويجها الآن سوف تكون بعد ساعات قليلة من الآن إلى ستادة فرانس من أجل رصد الأجواء نتمنىها مغربية نتمنى أن نصعد للبوديوم كما قال عاديل أن ننفض هذا التواضع على مستوى صبورة الميداليات ألعاب القيومرة أخرى يعول عليها في الصعود للبوديوم لما لا الضفر بالمعدن النفيس في هذه المصابقة التي سوف تكون مشوقة أكثر هذه الدورة من الأولمبياد نعم إن شاء الله خليد شكرا لك على كل المعطيات وشكرا لضيفك الزميل عاديل العلوي وأيضا لبيعتات الأولى إلى أولمبياد باريس وفي كرة القدم يوصل الفرق الوطني الأولمبي استعدادته لمباراة البحث عن الميدالية البرونزية أمام المنتخب المصري والتي تجري يوم غد بمدينة نونت تمام الساعة الرابعة عصرا العناصر والأولمبيا وبعدها مسارها المتميز والاستثناء في أولمبياد باريس وصولا إلى مباراة نصف النهائي تبحث عن البصم في دورة هذه السنة عبر البحث عن ميدالية برونزية وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة تذكر بأبرز العنوين موقف متقدم من فنلندا بشأن قضية صحراء المغربية ينضف إلى مواقف دول عديدة يعكس دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الداتي تحت السيادة المغربية زخم ديبلوماسي غير مسبوق يكرس مغربية الصحراء تكرس تقافة ترشيد العقدان والمستدام للمياه ومواكبة المشاريع الاستراتيجية لحل إشكالية الإجهاد المائي مع اعتماد التدابير المبتكرة والحديثة توجيهات الملكية دعا إلى تكرس الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد رياضيان الأندار تتجه مساء اليوم إلى الساد دو فرانس بباريس وسباق ثلاثة ألاف متر موانع في ألعاب القوى وأمال المغربة في الصعود إلى البوديوم الأولمبي عبر سوفيا البقالي ومحمد تندوفت شكرا لكم على المتابعة وإلى الغد بإذن الله اشتركوا في القناة